هل تتوقع أي تغيير في التشكيل في مباراة فاركو بكرة؟ وكده كده ياسر برا ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم أنا شايف أنه لازم يبقى مصاب يعني أنا لازم الثلاث مباريات اللي جايين يبقى اليوم استراتيجية متصلين ببعض بمعنى إيه كابتن إسلام أنه ملعبهاش على حدة فهم؟ هو الهدف المعلن أن أنا بلعب للعيبة فيه هدف معلن للعيبة وفيه هدف معلن وفيه هدف داخلي بتاع المدرب نفسه أنا كمدرب هدفي أن أنا أشتغل على الثلاثة أشتغل على الثلاثة بدنيا وفنيا وأفراد بمعنى أن أنا ممكن غير معلن للعيبة هريح عادل هريح أحمد هريح سيد بس كل واحد ياخد فيهم 70 دقيقة أو ده ياخد 80 دقيقة عشان أنت عندك صعوبة في المباريات اللي جاي عندك المريخ وعندك ساندونز وعندك البرمز وعندك فاركو يعني أربع مباريات لازم يتصلوا ببعض فعلشان كده أنا أفتكر أنه فيه هيبقى تدوير يعني ممكن يكون فيه تغيير في فرد أو اتنين في المباراة اللي جاي في التشكيل آه في التشكيل طيب لا أعرف المركز الثاني 22 نقطة 8 مباريات فاركو في المركز السابع 15.18 مباريات البعض بيعتبر أن المباراة دي سهل ما فيش مباراة سهلة في الظروف بتاعة النادي الأهلي الصعب وما فيش مباراة سهلة للنادي الأهلي على فكرة بجد يعني الكلام ده لازم يعني نبحث فيه قوي مباراة النادي الأهلي دايما بتبقى صعبة على النادي الأهلي ميش علشان الفرق قوية لا علشان ده النادي الأهلي اليوم ده بيبقى فرح للفرق أو بالمعنى الأصح مباراة مهمة للشخص نفسه مضبوط ومش للفرقة كمان يعني اللي هو عايز أقولك اللي يتقال عليه يا كاتن إسلام طموح اللاعبين نفسه أي لأن المطش ده إعلاميا بيبقى قوي جدا اللعيب اللي بيبرس بيعمل فيه أداء كويس بيفضل طول الوقت طول الدوري بيشتغل المدرب اللي بيكسب النادي الأهلي أو بيتعادل معه بيشتغل سنة كاملة من جرى ما يمشوه دي حقيقة يعني فالمباراة بيبقى دايما فيها صعوبة فيها تحضير يعني ممكن لو أنت تفرجت مثلا على فرق بتلعب النادي الأهلي وبعدين تتفرج عليهم تاني مع فرق تاني بيلعبوا بعض تحس إنه مباراة عادية لكن قدام النادي الأهلي بيبقى فيه صعوبة جندا فعلشان كده فيه صعوبات بتبقى على النادي الأهلي إلا بقى النادي الأهلي لما بيخلص بدري بيرجع الفرقة الحجمات الطبيعي فبيقدر يكسب على طول لكن فيه صعوبة طبعا في المباراة شايف فريق فرقه بقى إزاي فرقة كويسة جدا مجد عبد العاطي أقولك في البداية بدأ البداية اللي هي بداية الصعود ما كانتش جيدة بس أنا أعرف مجد كويس شخصية متزنة جدا مدرب يعني شخصية كويسة مدرب بيفهم يعني بيمشي خطوة خطوة حتى تبص تلاقي في المستوى بتاع فرقته في تصاعد عنده مجموعة لعبين كويسين قوي هو كمان من المدربين الهديين نتائجه هتبقى في الأيام اللي جاية تبقى أفضل لأنه مش من الفرق اللي تكسب بسرعة وتخسر بسرعة أو من الفرق اللي تلاقيها مباراة عالية ومباراة هو بيبدأ بوتيرة ويعلى شوية بشوية هو بيدفع كويس قوي وهيدفع أكتر مع النادي الأهلي وشايف إن هي فرقة فيها اتزان ما بين الهجوم والدفاع ولكن عندهم الحتة بتاعة القور العرضية أنا شفتها كتير يعني فيها عنده صعوبة شوية حتة السرد بكات واللعب اللي هو بيبقى فيه لو بيهاجم والحتة المرتدة اللي عليه الوقفة ما بتبقاش يعني وأنا عارف أنه مجدى هيحسن منها كتير قوي ولكن في الآخر فرقة كويسة تقدر تقول عليها أن هي من الفرق المتوسطة في الوقت الحالي وهتنهي إن شاء الله هتنهي كويس لإني مجدم دار كويس